موسيقى أعزائي التلاميذ سنقدم لكم ضرفا يخص السنة الأولى باكالوريا شعبة التعليم الأثين مادة علوم حياة والأرض ينقسم برنامج هذه السنة الدراسية إلى وحدتين الوحدة الأولى تخص التوالد عند الإنسان والوحدة الثانية تخص الوراثة عند الإنسان كتذكير للوحدة الأولى تحدثنا في الدورة الأولى عن التوالد عند الإنسان وقلنا بأن التوالد أهميته تكمن في استمرارية النسل والحفاظ على النوع ويوجد نوعان من التوالد التوالد الجنسي والتوالد اللاجنسي ما يهمنا عند الإنسان هو التوالد الجنسي الذي يتطلب وجود ذكر وأنتة هذا الذكر ينتج أمشاجاً ذكرية والأنتة تنتج أمشاجاً أنتوية التي هي البويدات على مستوى المبيضين هذه الأمشاج تلتقي فيما بينها مشكلة ظاهرة بيولوجية تسمى ظاهرة الإخصان وهي التقاء الأمشاج الدكرية والأمشاج الأنتوية في قناة المبيضة يتكون هذا الجنين داخل الرحم ويولد بعد تسعة أشهر إذن هذا المولود الجديد السؤال المطروح هل هذا المولود الجديد له نفس الصفات الوراثية التي توجد عند الآباء إذن فيما يخص الوحدة الثانية قلنا هي وحدة الوراثة عند الإنسان سنتطرق للفصل الأول دور الإنقسام الاختزالي والإخصاء في توزيع وتخليط الصغيات إذن فيما يخص هذا الفصل إذن قدمنا هنا صورتين الصورة الأولى لتوأم نلاحظ من خلال هذه الصورة أن التوأم له نفس الصفات لا لون الشعر إذن هناك مجموعة من الصفات صفة الشعر لون الشعر كذلك ملامح الوجه وكذلك لون العيون إذن هذه الصفات نلاحظ بأن هناك تشابه حقيقي أو تطابق حقيقي بين هذين البنتين التي نتجت عن إخصاب لمشيج دكري ومشيج أنتوي للآباء إذن هناك تطابق ثاني يعني معناه أن هؤلاء الصورة تبين توأم حقيقي نتج عن بويضة واحدة وعن مشيج دكري واحد حيوان منوي إذن من خلال هذه الصورة الثانية نلاحظ أنه ليس هناك تشابه حقيقي ما بين التوأمين إذن من خلال مقارنة هذين الصورتين يتبين بأن الصورة الأولى هي عبارة عن توأم حقيقي والصورة الثانية هي عبارة عن توأم غير حقيقي معناه أن ليس لهما نفس المعلومات الوراثية التي تلقوها من الأذى إذن السؤال المطروحة كيف نفسر هذا الاختلاف بين الصفات الوراثية لدى التوأمين إذن سنطرح مجموعة من التساؤلات من بين التساؤلات ما هي البنيات المسؤولة عن نقل هذه الصفات الوراثية من جيل إلى آخر وما هي الظواهر البيولوجية التي تساهم في تنوع هذه الصفات إذن أولا سنبدأ بالكشف عن مكان تموضع المادة الوراثية إذن قمنا بتجربة بين قمنا بأخذ البيضاء من فأر سوداء خصبها ذكر أسود وقمنا بأخذ فقط النواة من هذه البيضاء باعتبار أن البيضاء عبارة عن خلية حية وحيدة الخلية كذلك لدينا فأر بيضاء خصبها ذكر أبيض فقمنا بأخذ منها البيضاء وقمنا بنزع النواة وقمنا بالتجربة التالية وهي أننا نقلنا النواة من البيضاء المأخودة من الفأر السوداء ووضعناها في البيضاء المنزوعة النواة التي أخذناها من الفأر البيضاء إذن حصلنا على بيضاء جديدة نزرعها في رحم فأر بنية إذن بالنسبة لنا هذه الفأر البنية هي فأر حاضنة لهذه البيضاء إذن بعد الولادة ولد لنا فأر أسود إذن ما معنى ذلك؟ ما هو التساؤل الذي ممكن أن نطرحه؟ إذن هذا الفأر وأصله من النواة لأن النواة هي التي أخذناها من فأر السوداء بينما الفأر البيضاء فقط أخذنا منها الخلية والسيطبلان إذن نستنتج بأن النواة هي دعامة المادة الولادية وهي المسؤولة عن صفة لون فأر الأسود إذن أن النواة ستموضع فيها المادة المسؤولة عن صفات الورادية إذن بصفة عامة فالإنسان يتكون من أعضاء والأعضاء تتكون من أنسجة والأنسجة تتكون من خلايا إذن مجموع الخلايا هو الذي يشكل الكائن الحي باعتبر أن الإنسان هو كائن حي إذن الخلية هي الوحدة البنيوية والوظيفية للكائن الحي إذن سنلاحظ وسندرس ماذا يوجد داخل الخلية وإن توجد هذه المادة الوراثية على مستوى النواة إذن لدينا هنا خلية حيوانية ما يهمنا في هذه الخلية هو الجزء النواة إذن داخل النواة يوجد خيطات دقيقة تدعى الصبغيات وهي دعامة المادة الوراثية والتي تحمل المادة الوراثية إذا قمنا بعزل هذه الصبغيات إذن بالنسبة للإنسان لديه 46 صبغيات إذن إذا قمنا بعزل هذه الصبغيات وترتيبها حسب الشكل والقد فنحصل على ما يسمى الخريطة الصبغية إذن لدينا هنا خريطة صبغية للرجل معناها لمنثلية منوية وخريطة صبغية للمرأة معناها منثلية بيضية إذن نلاحظ بأن هاتين الخريطتين فهي خريطة فهي تمثل تموضع أو الصبغيات الموجودة على مستوى الخسيتين وكذلك على مستوى المبيضين إذن أولا نبدأ باستيغة الصبغية للرجل أولا قد نقوم بتكبير الصبغي إذن الصبغي يتكون من درع قصير درع طويل من صبغيين مرتبطين بالجزء المركزي ويحتوي هذا الصبغي على ما يسمى المادة الوراثية إذن نعود إلى الخريطة الصبغية بالنسبة للخريطة الصبغية للرجل فتتشكل من مجموعة من الأزواج إذن نلاحظ أن هنا الصبغيات فهي ممثلة على شكل أزواج على شكل تنائيات إذن إذا قمنا بعد مجموعة الصبغيات سنجده 46 صبغي إذن هذه الصبغيات قمنا ممثلة على شكل أزواج يعني كل الصبغي نظيره متيله في الشكل والقد نلاحظ هنا أن هناك صبغيات 22 زوج الصبغي تسمى صبغيات لا جنسية إذا هذا الجدول فهو يلخص عدد الصبغيات وشكلها عند المرأة وعند الرجل إذا بدأنا بالرجل فمجموعة الصبغيات التي لديه هي 46 بالنسبة للمرأة نفس الشيء فلها 46 صبغي بالنسبة للعدد الصبغيات اللاجنسية التي معناها أنها لا تحدد الجنس غير مرتبطة بالجنس إذن هذه الصبغيات هي 22 زوج 22 زوج إذا ضربنا 22 في 2 مجموعة هو 44 صبغي لاجنسي نفس الشيء بالنسبة للخريطة الصبغية للمرأة 22 صبغي لاجنسي مضربة في 2 مجموعه 44 صبغي لاجنسي بالنسبة للزوج الثالث والعشرون والأخير وهو الزوج الذي يحدد الجنس الجنس بالنسبة للرجل فهذا الزوج يتكون من صبغيين صبغي X و Y يعني صبغيين غير متماثلين بينما بالنسبة للخريطة الصبغية للمرأة فهي تتكون من بالنسبة للزوج الصبغي المسؤول عن الجنس فيتكون من صبغيين متماثلين X و X إذن من خلال هذه الخريطة الصبغية نستخرج ما يسمى بالصيغة الصبغية إذن كما قلنا بأن هذه الصبغيات فهي ممثلة على شكل أزواج على شكل تنائيات فنقول بأنها تنائية الصيغة الصبغية نفس الشيء بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة إذن بالنسبة للصيغة الصبغية للرجل إذن نكتبه على شكل معاضلة ريادية 2N معناها على شكل تنائية تنائية الصيغة الصبغية تساوي 22 زوج لا جنسي زائد X Y بالنسبة للرجل أو الضكا إذن المجموع هو 46 صبغيا بالنسبة للمرأة فالصيغة الصبغية فالصيغة الصبغية هي 2N يساوي 22 زوج صبغي لا جنسي زائد الصبغي الجنسي XX هذا فيما يخص مقارنة الخريطة الصبغية للرجل والخريطة الصبغية للمرأة عندما نتحدث عن الرجل نتحدث عن المنسلية المنوية يعني الخلية الأم المسؤولة عن إنتاج الحيوانات المنوية بالنسبة للمرأة نتحدث عن المنسلية البيضية يعني معناها انطلقا منها تنتج البويضات الآن سنتحدث عن الخرائط الصبغية للأمشاج سواء الذكرية أو الأنتوية بالنسبة للخريطة الصبغية للحيوان المنوي نلاحظ أنها ممتلة على شكل أحاديات يعني نقول بأن هذه الحيوان المنوي له أحاديات الصيغة الصبغية معناها أن الصبغيات على شكل فرادة إذن فيما يخص عدد الصبغيات فنلاحظ أن عدد الصبغيات يساوي 23 إذا قمنا بعد الصبغيات 22 صبغي لا جنسي وصبغي واحد جنسي وقلنا بأن المنسلية المنوية لها صبغيين إكس وإجريك إذن لدينا حالتان إما أن تكون الخريطة الصبغية الصيغة الصبغية 22 زائد إكس أو 22 زائد إجريك إذن من خلال هذا الجدول سنحاول أن نقارن ما بين الخريطة الصبغية للحيوان المنوي والخريطة الصبغية للبويضة إذن قلنا بأن المجموعة الصبغيات 23 بالنسبة للحيوان المنوي نفس الشيء بالنسبة للبويضة فيما يخص عدد الصبغيات الجنسية إذن لدينا 22 صبغي لا جنسي بالنسبة للحيوان المنوي وكذلك بالنسبة للبويضة بالنسبة للصبغيات الجنسية بالنسبة لهذه الحالة لدينا الصبغي الجنسي هو إجريك ولكن ممكن أن يكون الصبغي الجنسي هو إكس بالنسبة للبويضة لأننا بالنسبة للمنسلية البيضية لها صبغيين متماثلين إكس إكس وإذن في جميع الحالات ستعطينا النوع واحد من الصبغيات ولذلك نقول بأن الذكر هو الذي يحدد جنس المولود لأنه لديه نوعين من الصبغية الجنسية إذن الصيغة الصبغية بالنسبة للبويضة هي N يساوي 22A زائد X أما بالنسبة للحيوان المنوي فله حالتين إما N يساوي 22 صبغي لجنسي زائد X أو N يساوي 22 صبغي لجنسي زائد Y بالنسبة لمراحل الإنقسام الإختزالي قلنا أن إنقسام الإختزالي هو ظاهرة بيولوجيا تسمح لنا من المرور من تنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية وننقسم إلى مرحلتين مهمتين المرحلة الأولى هو الإنقسام المنصف يختزل عدد الصبغيات إلى النصف ويؤدي إلى تشكل خليتين وحاديتي الصيغة الصبغية ونرمض لها BN منصف لأنه يقسم الصبغيات إلى النصف إذن يكون لدينا عدد الصبغيات عند الإنسان 46 وخلال المرحلة من قسام المنصف تصبح فقط 23 بالنسبة للانقسام التعادلي أو كذلك يسمى بالانقسام الغير مباشر لأن ماذا يحدث خلال هذا الانقسام فقط يبقى خلاله عدد الصبغيات ثابتا وكما ذكرنا بأن الصبغيات تكونوا من صبغيين فينشط الصبغي إلى صبغيين يذهب كل صبغي إلى خلية وبذلك في الأخير نحصل على أربع خلايا أحادية الصيغة الصبغية أو أمشاج بالنسبة لتشكل الأمشاج الأنتوية خلال انقسام اختزالي إذن بالنسبة نأخذ كمثال خلية بيضية لها فقط 6 صبغيات على سبيل المثال فقط للتبسط إذن نلاحظ بأن هذه الخلية البيضية قبل الانقسام الاختزالي تتشكل من ثلاث أزواج من الصبغيات هذه الخلية ستنقسم خلال انقسام المنصف إلى خليتين خلية كبيرة تسمى الخلية البيضية 2 وخلية صغيرة كورية القطبية 1 وكما تلاحظون في الوثيقة أن الكورية القطبية تحتوي فقط على ثلاث سبغيات ممثلة بشكل فردي كذلك الخلية البيضية فهي تحتوي على ثلاث سبغيات ممثلة بشكل فردي إذن لدينا في الأول ثنائية الصيغة السبغية ولكن الآن حصلنا على أحاذية الصيغة السبغية معناها أن كل الخلية تحتوي على ثلاث صيغيات بالنسبة لانقسام الثاني ماذا سيحدث بالنسبة لانقسام اختزالي أو من يسمى انقسام التعادل وأن هذه الخلية البيضية أو الخلية الكبيرة ستنقسم إلى خليتين خلية صغيرة تسمى القطبية اثنان وخلية كبيرة وهي المشيج الأنتوي أو البويضة إذن نلاحظ بأن الصيغة انشطرة إلى سبيغيين كل سبيغي هاجر إلى خلية بعد انقسام التعادل إذن انطلاقا من خلية بيضية واحدة حصلنا على مسيج واحد مع انحلال كريات القطبية عكس بالنسبة لما سنراه بالنسبة للأمشاج الدكارية فيما يخص الانقسام الاختزالي ودوره في تشكل الأمشاج الدكارية ربما هناك فقط اختلاف بسيط بينهما ما بين الأمشاج الدكارية والأمشاج الأنتوي إذن لدينا خلية منوية واحد على سبيل المثال أخذنا ستة صبغيات يعني ثلاثة أزواج إذن هذه الخلية المنوية واحدة ستنقسم إلى خليتين منويتين إثنان كل خلية ستتحتوي على ثلاثة صبغيات إذن ثلاثة زائل ثلاثة ستة بالنسبة للصبغيات التي انطلقنا منها إذن هاتين الخليتين ستنقسم كل خلية ستنقسم إلى خليتين وفي الأخير بعد انقسام التعادلي سنحصل على أربعة أمشاج عكس بالنسبة للأمشاج الأنتوية التي حصلنا فقط على مشيج أنتوي واحد هذا هو الفرق بين الانقسام الاختزالي عند تشكل الأمشاج الدكرية والانقسام الاختزالي عند تشكل الأمشاج الأنتوية الآن سنتحدث في هذه النقطة عن دور الانقسام الاختزالي بمرحلته في توزيع وتخليط الصبغيات إذن لدينا خلية أم تحتوي على الزوجين من الصبغيات المتماثلة يضم كل زوج منهما صبغي من أصل أمومي وصبغي من أصل أبوي إذن عندنا اثنانين يساوي أربعة زوجين من صبغيات إذن خلال الانقسام لدينا احتمالين إما هذا الصبغي سيهاجر أثناء الانقسام مع هذا الصبغي ويعطينا هذا الاحتمال أو وكذلك إذا هاجر هذا الصبغي مع هذا الصبغي فبقى الاحتمال آخر وأنه يهاجر الصبغي الأسود مع السبغ الأسود ويعطينا هذا الاحتمال الاحتمال الثاني هو أن السبغ الأبيض يهاجر مع السبغ الأسود الصغير إذن لدينا هذا الاحتمال لتشكل هذا المشيج وكذلك هذا الاحتمال يلاحظوا جيداً كإفاءة أن الانقسام الاختزالي يساهم في تخليط السبغيات ويعطينا سبغيات مختلفة بالنسبة لانقسام التعادلي أو انقسام الثاني من انقسام الاختزالي إذن بالنسبة لكل سبغي سينقسم إلى سبيغية إذن عدنا مجموعة من الاحتمالات الممكنة إذن مثلا في هذا الاحتمال لدينا أربعة أنواع من الأمشاج ممكنة هذا فقط بالنسبة لإثنانين يساوي أربعة يعني فقط بالنسبة لأربعة سبغيات أما الإنسان الذي يحتوي على إثنان يساوي ستة وأربعة فربما ستكون هناك الملايين للتوافقات الممكنة في تشكل الأمشاج سواء الذكرية أو الأنتوية وهنا من خلال هذه الخطاطة نبين بأن دور الإنقسام المستزالي مهم جدا في تخليط السبغيات وإعطاء تنوع في الصفات الورادية بالنسبة لهذه الخطاطة سنبين دور ظاهرة بيولوجية أخرى كذلك في تعميق هذا التخليط ويتعلق الأمر بظاهرة الإخصام إذن ظاهرة الإخصام فهي تساهم أو تعمق التخليط السبغي إذن لدينا مثلا خالية أم لأمشاج الذكرية منثالية منوية تنائية الصيغة السبغية ستشكلنا مجموعة من التوافقات من الأمشاج كذلك نفس الشيء بالنسبة للخالية الأم لأمشاج الأنتوية المنثالية بيضية ستشكلنا مجموعة من التوافقات لأمشاج الأنتوية إذن هناك تخليط للصبغيات في المرحلة الأولى اللي هي انقسام اختزالي الآن سيأتي بعد تشكل الأمشاج الدكارية والأمشاج الأنتوية ستأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التقاء الأمشاج الدكارية مع الأمشاج الأنتوية وبذلك هذا الالتقاء سيساهم في التخليط وسيعطيه مجموعة من التوافقات الممكنة للبيضة بعد تخصيبها من طرف الحيوان الملون إذن من خلال هذا المخطط أو خلال هذه الخططة تبين لنا مدى أهمية الانقسام اختزالي وكذلك الإخصاب في تخليط الصبغيات وتوزيعها إذن كخلاصة لهذا الدرس إذن يعمل الانقسام الاختزالي والإخصاب على تخليط الصبغيات وتنوع الصفات الوراثية ينتج عن تخليط الصبغيات اختلاف الأفراد وراثيا بحيث يستحيل وجود فرضين متشابهين مئة في المئة وراثيا إلا في حالة التوأمين الحقيقيين عندما يكون لدينا فقط بيضة واحدة وحيوان ملوي واحد وفي الأخير فالإخصاب يسترد تنائية الصيغة الصبغية كيف؟ من خلال هذه الخططة إذن إنسان بالقن ينتج الأمشاج عن طريق ظاهرة القسام الاختزالي إذن ننتقل من تنائية الصيغة الصبغية إلى أحادية الصيغة الصبغية فتتشكلنا الأمشاج الدكارية والأمشاج الأنتوية يتم بعد ذلك الإخصاب يعني التقاء أحادية الصيغة الصبغية مع أحادية الصيغة الصبغية فتتشكلنا تنائية الصيغة الصبغية لذلك نقول بأن الإخصاب يسترد تنائية الصيغة الصبغية عبر قناة المبيض إلى الرحم وسيتم التعشيش ونمو الجنين داخل الرحم إلى أن يصبح مولود جديد وهذه الخطات تتبين دورة النمو عند الإنسان بعد تقديم خلاصة الدرس سنقوم بإنجاز تمرين تطبيقي يهدف إلى التمرن والاستثمار المعارف التي رأيناها خلال الدرس وكذلك يهدف هذا التمرين إلى تطوير المعارف والمهارات الخاصة بالمقارنة والاستنتاج وكذلك التفسير فيما يخص معطيات التمرين تمثل الوثيقة أسفله هذه الوثيقة الخريطة الصبغية للمنثلية المنوية بالنسبة للمنثلية المنوية هي الخالية الأم لإنتاج الأمشاج الذكرية الخريطة الصبغية الممثلة في الشكل وكذلك الخريطة الصبغية للحيوان المنوي أو المشيج الذكري الممثلة في الشكل ب إذن أول سؤال من هذا التمرين هو قارن الخريطتين الصفغيتين للمنثلية المنوية في الشكل ألف وكذلك المشيج الدكري في الشكل ب إذن السؤال الأول مطلوب منه المقارنة فيما يخص السؤال الثاني من خلال هذه المقارنة التي ستقارنونها في السؤال الأول ستحددون الصفغة الصفغية لكل من المنثلية المنوية وكذلك المشيج الدكري أو بين قوسين الحيوان المنوي إذن بعد تحديد الصفغة الصفغية لكل من المنثلية المنوية والمشيج الدكري وباعتماد على هذه الأجوبات التي ستجيبون عنها واعتمادا على معارفكم ستفسرون كيف يسأل حصول على الصفغة الصفغية للمشيج الدكري الصفغة الصفغية للمشيج الدكري نعلم أن خلالها تشكوا الأمشاج داكرياً إذن المنثلية المنوية بعد عدة انقسامات سنحصل من خلالها على المشيج الدكري إذن نعطيكم قليلاً من الوقت من أجل التفكير في الإجابة عن هذه الأسئلة إذن فيما يخص حل هذا التمرين فيما يخص السؤال الأول إذن مقارنة الخريطة الصبغية إذن كما تلاحظون بالنسبة للخريطة الصبغية للمنثلية المنوية إذا قمنا بعد عدد الصبغيات سنجده 46 صبغياً بالإضافة إلى شكل الصبغيات نرى بأن الصبغيات ممثلة على شكل أزواج ممثلة على شكل أزواج بينما بالنسبة وكذلك بالنسبة للمنثلية المنوية أن هذه الصبغيات ممثلة على شكل أزواج لكل الصبغي مثيله في القد وفي الشكل باستثناء الزوج الصبغي المسؤول عن جنس XY نلاحظ بأنه ليس هناك تماثل بالنسبة للخريطة الصبغية للمشيج الدكاري نلاحظ أن الصبغيات فهي ممثلة بشكل فرضي يعني أحاديات وعدد الصبغيات إذا قمنا بعد الصبغيات سنجد أن عدد الصبغيات 23 صبغيا إذا هذا فيما يخص السؤال الأول مقارنة الخريطتين الصبغياتين فيما يخص السؤال الثاني إذا من خلال هذه المقارنة سنحدد الصيغة الصبغية إذا لاحظنا أن الخريطة الصبغية للمنثلية المنوية إذا نلاحظ بأن هذه الصبغيات ممثلة على شكل تنائية ونقول تنائية الصيغة الصبغية ونربض لها بـ 2N إذن إذا قمنا بعد هذه السبغيات وأردنا كتابة الصيغة السبغية نقول بأن 2N يساوي 46 سبغي بالنسبة للسبغيات لدينا 22 زوج من السبغيات اللاجنسية إذن ممكن أننا نفصل السبغيات الجنسية على السبغيات اللاجنسية إذن يساوي 44 سبغي لاجنسي زائد X-Y بينما بالنسبة للمشيج الدكري نلاحظ بأن السبغيات ممثلة على شكل فردي إذن على شكل أحاديات ونرمض لها بـ N إذن N يساوي 23 سبغي إذن أردنا أن نفصل ما بين السبغيات الجنسية والسبغيات الجنسية لدينا 22 سبغي لاجنسي زائد في هذه الحالة لدينا سبغي جنسي E-Y هذا فيما يخص الصيغة السبغية بالنسبة لتفسير الصيغة السبغية أو كيفية الحصول على المشيج الدكري إذن بالنسبة للحل إذن بالنسبة للسؤال الأول قلنا تضم الخريطة السبغية للمنثالية منوية 46 سبغيين وiramementeو 40 سبغيين ممثلين على شكل أزواج حيث لكل سبغي متيله في الشكل والقف بينما تضم الخريطة السبغية للمشيج الدكري 23 سبغيا وممثلة بشكل فردي بالنسبة للسؤال الثاني إذن من نسبة للمنثالي المنوية لها تنائية صيغة السبغية يعني أنها صيغة على شكل فنائي بينما المشيج الذكري، والصيغة ممثلة بالشكل الأحادي ونقول عنها أنها أحاديت الصيغة الصيغية، ونرمزلها b—n بالنسبة للصيغة الصيغة الصيغة علمثالة المنوية التي كتبناها في التمرير— 那ي هي تنوع 2。nY46Z22Z에何icken من الصيغات الجنسية زائد x-y بالنسبة للمشيج الذكري NnY23A22A Lives. من خلال مقارنة الصيغة 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 علمثالة المنوية والمشيج الذكري يتبين أن هناك اختزال لعدد الصيغة 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 ومن أجل استثمار المعارف كإضافة إلى معلوماتكم يتم اختزال الصيغة في مرحلتين في مرحلة انقسام المنصف تفترق الصيغة المتماتلة للخلية المنوية واحد حيث ننتقل من تنائية الصيغة الصيغة إلى أحادية الصيغة الصيغة فنحصل على خليتين منويتين اتنين في مرحلة الثانية من اقتذال انقسام تعادلي يبقى عدد صبغيات ثابتاً حيث ينفصل كل صبغي إلى صبغيين فتنقسم كل خالية منوية اثنان فنحصل على أربع خلايا وحادية الصيغة الصبغية تسمى منويات هذه الخلايا ليس لها الشكل النهائي للحيوانات المنوية الآن وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نشكركم على حسن تتبعكم وإلى اللقاء بحول الله